بسم الله الرحمن الرحيم نواصل دروسنا لشرح مقرر تنظيم حاسبات واحد ما ذلنا في الباب الثالث Computer Performance Measures الآن نستعرض هذا المثال وفيه نعرف كيف نقيم أداء الحاسبات يقول المثال The following performance measures were recorded for two machines A and B The clock rate of CPU A is 200 MHz معالج الحاسب A سرعته 200 MHz And the clock rate of CPU B is 250 MHz ومعالج الحاسب B سرعته 250 MHz Compute the following أولا the overall CPI for each machine تحسب CPI العام لكل حاسب ثانيا the MIPS for each machine ملايين التعليمات في الثانية لكل حاسب والمعطى في الجدول أنواع مختلفة من التعليمات Different Instruction Categories هي تعليمات من نوع ALU تعليمات من نوع load and store تعليمات للتفريع branch وتعليمات أخرى ومعطى أيضا عدد التعليمات لكل صنف من هذه الأصناف للحاسب A وللحاسب B في الجدول كذلك معطى the number of cycles per instruction الذي يقابل كل صنف من أصناف هذه التعليمات وذلك للمشين A وللمشين B نذكر بأن number of cycles per instruction نحن نسميها CPI هي CPI نجد أن مثلا المشين A ينفذ 30 تعليم من النوع ALU و20 تعليم من النوع load and store و42 تعليم من النوع branch وتمانية تعليمات من أنواع أخرى وأن هذا المشين أو هذا الحاسب له CPI يساوي 1 عندما ينفذ تعليمات من النوع ALU وله CPI يساوي 3 عندما ينفذ تعليمات من النوع load and store وCPI يساوي 4 عندما ينفذ تعليمات من نوع branch وCPI يساوي 5 عندما ينفذ تعليمات من أنواع أخرى ما هو CPI؟ هو عدد السايكلز التي يحتاجها لتنفيذ التعليمة إذن مشين A كمثال يحتاج سايكل واحدة لتنفيذ تعليمات من النوع ALU ويحتاج 3 سايكلز لتنفيذ تعليمات من نوع load and store وهكذا وأيضا معطى نفس المعلومات بالنسبة لمشين B كم عدد تعليمات من كل نوع وما هي عدد السايكلز per instruction لكل نوع من أنواع التعليمات الآن نأتي لحل المثال المطلوب الـ Overall CPI لكل ماشين نعرف أن الـ Overall CPI يعطى بهذا القانون The Overall CPI equal summation from I equal 1 to N of CPI of I times instruction of I على الـ Instruction Count الـ Instruction Count لكل ماشين إذا رجعنا وتأكدنا من الجدول نجد أنها هي 100 تساوي 100 وهي مجموع تعليمات من نوع store زايد التعليمات من نوع ALU زايد التعليمات من نوع branch زايد التعليمات الأخرى هذا العدد هو 100 وهو متساوي للحاسبين A و B إذن نجاوب على الجزء الأول حساب CPI لكل ماشين Overall CPI لكل ماشين بالنسبة لماشين A نضرب عدد التعليمات في الـ CPI من كل نوع ونجمعها ونقسم على مجموعة التعليمات الكلي إذن 30 من نوع ALU ضرب 1 زايد 20 من نوع load and store ضرب 3 زايد 42 من نوع branch ضرب 4 زايد 8 أنواع أخرى ضرب 5 على 100 والناتج 2.9 A نفس الفكرة للماشين B 30 تعليمات من النوع ALU ضرب 2 زايد 10 تعليمات من النوع load and store ضرب 5 زايد 40 تعليمات من النوع branch ضرب 4 زايد 20 تعليمات أخرى ضرب 5 على 100 والناتج 3.7 هذا هو Overall CPI أو Cycle Bear Instruction ونجد أن الماشين A يحتاج عدد أقل من السايكلز في المتوسط للتعليمات الآن بالنسبة للجزء الثاني من السؤال يتعلق بالـ MIPS Million Instruction Per Second المطلوب حساب عدد التعليمات في الثانية بالملايين لكل حاسب وقانونها يساوي الكولوكريت على CPI في 10.6 كما ذكرنا سابقا إذن مباشرة نعوض الكولوكريت بالنسبة للماشين A هو 200 ميجا هيرز نضربه في 10.6 حتى نحولها إلى هيرز ونقسم على CPI A مضروب في الملايين والCPI A حسبناه قبل قليل فهذه القيمة نعوضها هنا الناتج 67.11 نفس الفكرة بالنسبة للماشين B الكولوكريت لهذا الماشين هي 250 ميجا هيرز نضرب في 10 مرفوع للقوة 6 لنحولها إلى هيرز ونقسم على CPI B الذي حسبناه هنا ونضرب في الملايين والناتج 67.57 واضح بمقارنة أداء الحاسبين أن الحاسب B يستهلك عدد من الانستركشن بير سكنت أكثر من ما يستهلكه الماشين A وهذا واضح ومنطقي لأنه أصلاً cycle bare instruction لكل واحد مختلف كما حسبناه في الجزء الأول وسرعة كل حاسب مختلفة وهي إلى اللقاء في الدرس القادم دعيونا ترجمة نانسي قنقر